رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتواصل المباشر مع المستثمرين الإماراتيين مشيرا إلى أن الدولة تتوسع في إقامة المطارات وتشجع شركات الطيران الخاصة على الاستثمار في مصر جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع عدد من كبار المستثمرين في أبوظبي وفي لقاء آخر مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر اتفق الجانبان على تشكيل فرق عمل من مصر والإمارات لصيغة التفاهمات والاتفاقات حول مشروعات التقة الجديدة والمتجددة في أولى لقاءته بالعاصمة الإماراتية أبوظبي رئيس مجلس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له يلتقي عددا من المستثمرين الإماراتيين لاستماع آرائهم حول تطوير بيئة الأعمال في توسيع مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد المصري وفي بداية الاجتماع تم استعراض فيديو عن الاستثمار في مصر والفرص المتاحة والجهود المبذولة في كل المجالات وما تم من مشروعات في مجال البنية التحتية بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة لجذب الاستثمارات وهو ما أشاد به المستثمرون حيث أعرب الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج أن الإمارات تستهدف تحقيق استثمارات أكثر في مصر خلال الفترة القادمة حقيقة اللقاء صلت الضوء على السوق المصري ومدى جاذبية الاقتصاد المصري والحقيقة أيضا ركزنا على أيضا النواية للمستثمرين الإماراتيين في الاستثمار في السوق المصري نحن الآن وصلنا تقريبا 20 مليار دولار استثمارات إماراتية في جمهورية مصر العربي وأيضا بعد الاجتماع صارت هناك في روح إيجابية عند القطاع الاستثماري الإماراتي في هناك نية بزيادة هذه الاستثمارات للوصول إلى 35 مليار دولار خلال خمس سنوات المقبلة أعتقد الاجتماع يفتح لنا فرصة ممتازة بالنسبة للتعرف لا فاق الاستثمار في مصر وبالذات نحن في مجال الهندسة وقطاع النفط والغاز مهتمين جدا بالاستكشافات البترولية وبالذات في مجال الغاز وبحكم أننا لدينا تقنيات في تطوير المنتجات الغازية وتحويلها إلى طاقة نظيفة فأعتقد هناك في فرصة كثيرة بالذات للتعاون مع الشركات المصرية في هذا المجال كما التقى رئيس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات معربا عن سعادته بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الثنائي مضيفا أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من أولويات الحكومة المصرية في التعاون المصري الإماراتي خاصة مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة التعاون المصري الإماراتي في هذا المجال بشكل خاص وعلى مستوى الشراكات بشكل عام مع مختلف الأصعاد العلاقات المصرية الإماراتية لا تتوقف تستمر وتستمر معها الزيارات والاتفاقيات والشراكات بين الجانبين لذا جاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأكيدا وتلخيصا على أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخ من الاتفاق في الرؤى على كافة الأصعادة ونموذج يحتذا به بين البلدان المختلفة من العاصمة الإماراتية أبوظبي مصطفى عبد الفتاح التلفزيون المصري